شهد رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق أسامة عسكر المرحلة الختامية المشروع مراكز القيادة الاستراتيجي التعبوي المشترك بمستويين سيناء ستة والذي استمرت فعليته على مدار عدة أيام في إطار الخطة السنوية للتدريب القتالي للأفرع الرئيسية وأجهزة القيادة العامة للقوات المسلحة شملت المرحلة الختامية عرض القادة للتقارير والقرارات المتخذة على كافة المستويات والدراسة الاستراتيجية الخاصة بالمرحلة ظهر خلال المشروع مدى ما وصلت إليه هيئات القيادة من تطور فكري واستراتيجي عكس القدرة على تحقيق الاستفادة القصوى من كافة الإمكانات المتاحة بما يكفل تنفيذ كافة المهام المخططة والتعامل مع المواقف الطارئة فضلا على التناغم بين مختلف الأسلحة والتخصصات باحترافية توضح مدى القدرة على التخطيط الاستراتيجي الذي يهدف لتحقيق أعلى درجات الجاهزية والاستعداد القتالي ترجمة نانسي قنقر